أبدأ بالسؤالين دولاً إيه هي التوقعات وبتيجي منين؟ مصدرها إيه؟ مصدرها مختلف كل واحد فينا توقعاته حسب الموقف اللي بتحط فيه بتجيله من زوايا مختلفة في واحد توقعاته بتيجي من الماضي فأنا مثلاً النهاردة بعمل لبنتي كل سنة عيد ميلادها فهتيجي السنة دي طبيعي من التجارب السابقة تتوقع أن بابا هيعمل لي عيد ميلادها ويجيب لها هداية أحلى من السنة اللي فاتت بالضبط بس لو أنا هنا كبنت ما عملتش إدارة لتوقعاتي إدارة لتوقعاتي يعني أمسك التوقع واربطه بالواقع أنا النهاردة بابا كل سنة بيعمل لي ده بس السنة دي هل بابا في نفس الحالة اللي بتاعت السنة اللي فاتت فقد يكون بابا مثلاً بيعمل لي عيد ميلاد كبير قوي بس النهاردة هو عنده مشاكل مادية النهاردة هو مسافر فلو أنا ما عملتش إدارة للتوقعات دي بيبتدي تحصل الصدمات اللي احنا بنقول عليه وطبعاً مثال للأب والابن وعيد الميلاد هو مثال بسيط جداً للتوضيح ولكن الحياة فيها توقعات عنيفة بتصدم الناس زي أن أنا بقى متوقع أن أبويا بيتصرف بشكل معين وأفاجأ بأنه بيعمل حاجة مختلفة بتعملي صدمة بتعملي إحباط أن أنا بقى متوقع أن أنا روحي الشركة الفلانية أشتغل بالمبلغ الفلاني وأصلاً ترفض من أول انترفيو فالتوقعات الأولنية دايماً بتيجي من الماضي وطوقعات بتيجي من المجتمع اللي حواليه طيب إزاي التوقعات دي يعني إزاي أقدر أتحكم فيها إزاي ما سيبش نفسي كده يعني عارف دي عاملة زي إيه يقولك محتاجين نتحكم في أفكارنا السلبية ما فيش إنسان مخه ما فيوش أفكار وخاطر سلبية فإحنا التوقعات عمرنا ما هنقدر نتحكم فيها ولكن لما يجي لتوقع محتاج أقف أقول ها التوقع ده جاي منين عشان كده إحنا بنشرحهم عشان لما تيجي تفكر مع نفسك وده الشيء اللي إحنا مفتقدينه أصلاً إن إحنا ناخد وقت نفكر أنت بدلوقتي إيه بتصحى من النوم تنزل الشغل تمسك الموبايل ترجع من الشغل تمسك الموبايل تروح الجامعة تمسك الموبايل فإنت حياتك كلها مفهاش خمس دقائق عشر دقائق تقعد مع نفسك توقف كده تقول هو أنا اللي بيحصل في حياتة بيحصل ليه فإحنا النهاردة لما نقول للناس إن إتوقعوا جاي من الماضي جاي من نظرتك للمجتمع أنا نهاردة شايفة صحباتي كلهم بيعملوا كذا فإنا متوقع أن خطيبي لازم يعملي زي ما صحباتي كلهم خطيبهم بيعمل لهم وطبعاً زي ما الممثل والبطل في الفيلم بيعمل مع البطلة اللي هو أصلاً الممثل ده هو وظفته أصلاً حبيب ده 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 دي شغلانة بتاعته لكن الراجل اللي في الواقع ده بيشتغل وبيجيب مصاريف مدارس بطرب ببعدل فلما يرجع البيت النهاردة ما طلعش ما جابش واحد وطلعلك من على الشباك وجايب معاه ورد وبيعملك باي باي وقول لي بحبك بصوت عالي أكيد أكيد عنده سبب ومبرر أنه ده يحصل فالتواقعات ممكن تيجي من نظرتي للمجتمح عليا نظرتي للمجتمح عليا